شباب زيكم امنين ايه? اتمنى كلكم تكونوا بخير. كل سنة وانتو طيبين. النهاردة الاربع. الساعة دولاتي دخل على خمسة وبعد الدهر. اه بكرة رمضان. زي ما انا حاسب من عشر سنين بالزبط. وزي ما انا حابقى حاسب الالفين سنة اللي جايين. اوكي? عشان تبقى عارفين يعني. لكل الشهور مش للرمضان بس. اللي مهتم بالموضوع ده ممكن ينزل كتابي المجاني التقويم القمري تقويم السماء في كل الحسابات دي. ان كل السنين دي اربعة تلف سنة. تمانية واربعين متين تمانية وستين شهر بالزبط. تمانية وربعين الف متين تمانية وستين شهر بالزبط. المهم. كل سنة و remarkable. ورمضان السنة دي هيبقى تساعة وعشرين يوم يا شباب. اوكي? فبدأ خميس. يبقى لازم هيخلص خميس عشان يبقى تساعة وعشرين. اوكي? لو تلاتين يوم طالما بدأ خميس. هيخلص الجمعة. اوكي?ких تبقى عارفين tribe. لو مسلا تسعة وعشرين يوم وبدأ اتنين يبقى هيخلص اتنين. مهمة شباب انا قلت اسجل لكم بقى فيلم والا اتنين من بقية المنيو في جهاز ما انا اخد في السيارات قبل ما رمضان يبدأ لان وانا صايم حتى يبقى الواحد مكسل حاول اشوف اذا كنت قدر اسجل لكم وانا صايم ولكن عندي افلام تانية اسجلها اخرجها حد الوقتي بالدرون راح اشوف احتمال اسأل لنفسي في رمضان واسجل لكم شوية افلام تانية بالشرط بس عن الجهاز. المهم المنيو النهاردة ايتم المفروض نشوفه رقم خمسة احنا شفنا اربعة الحد الوقتي بس رقم خمسة مزعج شوية لانه بيعتمد ان الكلاكس بتاع العربية هيضرب لما الالام يشتغل لما العربية تفصل المطور وحيبقى مزعج فساعة خمسة مش عايز اسبب ازعاج فعملوا لكم لما يبقى الوقت الصبح ممكن اوكي فالحواريكو بتاع المنيو رقم ستة وده برضو مزعج لانه بيعتمد برضو عالكلاكس اوكي بس ده مش مزعج زي التانية لانه مجرد انه اللي هو يعني لما انت بتزود بصمة او بتغير البن او حتى بتفك بتوقف العدي تنزولي بالبصمة بتاعتك بيديك في الاخر كلاكس تيت 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 ولو العربية في الفالي انت حطيتها في الفالي مود كل ما الجهاز يبدأ هيعمل لك تلاتة مش اتنين بس تيت 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 تلات مرات اوكي فحوريكو الموضوع ده دلوقتي بس لازم تعرفوا ان ده عشان نغيره ان هو يبقى شغال فطول ما ان انت عايز توقفه يبقى لازم تحط البن الاول ولكن لو هو واقف اوكي وانت عايز تشغاله هشغاله لك على طول من غير ما تحط البن لان هو ده الوضع الديفولت اوكي حاليا هو واقف فلما انا هدخل المنيو ليه مش هيطلو بحاجة هشغالها على طول ولا والجهاز هيبدأ وهتشوف بنفسكم اوكي وهجرب بعد كده ده خلقها في وابدأ الجهاز عشان تشوفوا موضوع التلاتة دول وبعد كده اوقفه عشان ما بقاش موزايك لان انا لسه بعد اوليكو بقيت الجهاز طبعا انا قربت من عربية الجهاز واخد كهرباء البصمة من وراء والشاشة طبعا اوكي والشاشة طبعا المفروض حتبقى في لو نورتها في الواتش دوغ اكتف اوكي حافتح دلوقتي الكنتاكت هعمل اسكانينج بالبتاع بتاعة الكنتاكت هنا وافتح الكنتاكت هيبدأ الكاونداون بدأ الكاونداون هدوس بالبصمة اشيله من الكاونداون خرج والعربية دلوقتي بقيت تمام ومبينة التاريخ والوقت الساعة خمسة ولخمسة زي ما انت شايفين حافظ بالكنتاكت اوكي الانو رايحنا عنشوفه دلوقتي المانو رقم خمسة فلو هعمله من هنا انا هعمل المانو رقم ستة سوري فاحنا عارفين ان اللون بتاع المانو الاولانية اللي هو اا اصفر بتاع الفلي وبعد كده اللون بتاع المانو التاني اللي هو اللي هو البنابسيجي انك تدخل بصمات وبعد كده اللون الابيض ان انت تغير البن وبعد كده اللون الازرق ان انت تاخر التاريخ والوقت. وبعد كده الابشن رقم خمسة اللي هو بتاع الكالكس مع الالام يبقى لونه احمر وبعد كده اوبشن رقم ستة برضو لونه احمر اللي هو الكالكس بتاع فانا هوريكو الموضوع ده. طبعا لما هيوصل حياخد وقت طويل بص ده الاصفر وبعد كده ده بنفسي وبعد كده يجي الابيض. سوري الازرق سوري وبعد كده الابيض. وبعد كده الابشن اللي انا مش هعمله اللي هو بتاع الالام وبعد كده الابشن الجاي خمسة بس انا مش هعمله. فشلت طالما شلت على ده فتلاحظة بيقول لي الرقم خمسة هم الان اوف وطبعا بيطلب العشان ان انا تو تيرن ات اوف راضح انه هو اون. اوكي? انتر بين. فانا هعدي حسب حسيبة لحد ما تعمل time out. اوكي? وبعد كده احط دي قدام الشاشة وطالما احنا عايزين نروح للمانيو ايتم رقم ستة يبقى لو دست على الكيباد على طول رقم ستة المفروض يجبها لي ويحاول العربية على طول يشغل الكونفرميشن لان هي قريدي واقفة. فمش محتاج بانو يشغل على طول. بصد. دست ستة هون كونفيرم اون. وشوفته? وعمل كلاكس تيت تيت ونور اخضر هنا والجهاز بدأ. اوكي? فكده الجهاز بادي طبعا هيبدأ في حالة الواتش دوغ. افتح دلوقتي الكونتاكت عشان الغي حالة الواتش دوغ. افتح كونتاكت هيتحاول العد التنازلي. بصوا بقى لما حط البصمة ايه اللي هيحصل? بصوا. شفتوا? خرجها ايه? باللون والاخدر برضو هعمل تيت تيت كونفرميشن. بصوا بقى لما دخلها في الفالي مود. هحط دلوقتي. والاوبشن الاولاني اللي هو بالاصفر. وشير ايدي. دلاتي بيقول لي انتر بين لان هي مش المفروض تبقى في الفالي مود فحدخل البن. بصوا. عملها وعمل تيت تيت. فبصوا بقى لما الجهاز هيبدأ دلوقتي. والبتاع ده طبعا هيفضل على اللون الاصفر دلوقتي لان انا دخلتها في الفالي مود فحنلغي دلوقتي الفالي مود حدوز برضو البصمة. حيلغيها على طول لان ده الواضع الديفولت. بيلغيها دلوقتي. وبيبدأ الجهاز وعمل تيت تيت المرة دي. والجهاز هيبدأ طبعا هو كل الوان التيف مش هيعمل التلات دققات لان العربية مش في الفالي مود. نروح دلوقتي بقى للكونفرميشن ونلغيه. هروح عن طريق البصمة هتطر رمسك طبعا خمس ثواني رقم ستة حوالي نص دقيقة تقريبا. اوكي? ده مات ايه غير لما دوس على طول رقم ستة. اوكي? رايح دلوقتي ده رقم اربعة دلوقتي اللي هو بالابيض. رقم خمسة اللي هو بتاع الالام والاوشن رقم ستة اللي بعده برضو بالاحمر. اللي هو اهو ده. وبصوا بيناور طبعا كده عشان طالما هدخل يبقى لازم ينور بالابيض كده. اللي هو اللون بتاع تغيير البن اصلا. اللي هو اللون الابيض وهنا بتقول لي هورن اللي هو كالاكس كونفرميشن اف عايز تحوله اوف الابشن رقم ستة. بص عمل طبعا خرجت. اوكي? فانا لو دست ستة بقى دلوقتي على طول. اوكي? اهو. سايفين وبتطلب دلوقتي البن. طبعا لما هدخل البن لحظه مجرد ان انا اعمل اول واحد هيقوم محولها الازرق وواقف وبعد كده الرقم التاني وبعد كده ما كل الرقم بيعملها بالازرق. بص قبل الاخدر دخلت البن. فدلوقتي واقف تلاحظه ما عملش تيت تيت. ما عملش طبعا تيت تيت. لان لغيتها خلاص. ودلوقتي طبعا لو بدأت العد التنازلي. اه فتحت الباب لان الكونتاكت مفتوح فالعربية ما دخلتش في الواتش دوك. لان الكونتاكت مفتوح فكده مجرد ان افتح الباب. باب اتفتح بدع العد التنازلي بص دلوقتي مش هتعمل تيت تيت. شفتوا ورجعت تاني للبنة بساجي. على النوت دي اصيبكم على خير ولقائي معاكم في الفيلم القادم. هيكون برضو عن الكالاكس ازاي? هو بيشتغل لما العربية بتقطع. وبيشتغل بصراحة عشر ثواني قبل ما العربية تقطع لمدة طويلة. تيت. تيت. لمدة عشر ثواني. هيعمل حوالي خمس ضربات. باللي هي الطويلة دي. وبعد كده اول لما هي قطع. تيت. 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 موزعج طبعا. بس ده اللي هو هوره لكم المرة الجاية ان شاء الله. على النوت دي اصابكم على خير. السلام عليكم.